انطلقت تفاعليات التدريب المصري السوداني حارس الجنوب اثنين والذي تجرى فعلياته على مدار عدة ايام في مصر بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود وعناصر المشاء السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود وتضمرت المرحلة الاولى لتدريب اقامة معرض الاسلحة والاجهزة والمعدات التي تستخدم حديثا في مجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب من خلال عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين